اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وكان لها تطبيقات في المجال الصناعي اما عبارة انترنت الاشياء فاول من اطلقها وباحث التقنية البريطاني كيفين اشتون عام 1997 ميلادي والذي كان يعمل في شركة بروكتر اند غامبل واراد مساعدة الشركة في ادارة سلاسل التوريد باستخدام تقنية الارف اي دي وتقنية الارف اي دي هي تقنية تمكن من تعريف الاشياء وتحديدها بكود موحد يقرأ لاسلكيا عن طريق موجات الراديو عمل كيفين اشتون في هذا المشروع كان سببا في انتقاله الى جامعة ام اي تي حيث اسس مع باحثين اخرين مركز او تو اي دي عام 1999 ميلادي طور المركز مواصفة عالمية لكود المنتجات الالكتروني الالكترونيك برودكت كود المعتمد على تقنية الارف اي دي بدأ مفهوم انترنت الاشياء بعد ذلك ينضج ويتوسع ليشمل جميع الاشياء والمجالات ليتحول الى منظومة يتوقع ان تربط اكثر من ثلاثين بليون شيء في العق القادم ما هو مفهوم انترنت الاشياء وبماذا يختلف عن التقنيات السابقة يعرف الاتحاد الدولي للاتصالات اي تي يو انترنت الاشياء بانها بنيا تحتية عالمية لمجتمع المعلومات تمكين خدمات متقدمة عن طريق الربط بين الاشياء المادية والافتراضية على اساس المعلومات والتواصل المتوافق والقابل للتشغيل البيني اما مجلس هندسة الانترنت انترنت اركيتكتشور بورد فيذكر ان انترنت الاشياء تشير الى وجود عدد كبير من الاجهزة المدمجة تستخدم خدمات الاتصالات المتقدمة من خلال بروتوكولات الانترنت كثير من هذه الاجهزة تسمى غالبا ذكية ولا يتم تشغيلها مباشرة من قبل البشر ولكن موجودة كمكونات في المباني والمركبات او تنتشر في البيئة حولنا لذلك مما سبق يمكن ان نقول ان انترنت الاشياء تتميز بميزات مهمة منها انها عدد كبير جدا من الاجهزة انها مدمجة فليست ظاهرة غالبا ليست تفاعلية لا نتفاعل معها كما نتفاعل مع اجهزة الجوال تحتفظ بصورة رقمية الاشياء تحتاج لتوافق بيني تقدم خدمات متقدمة وتحتاج ايضا الاتصالات متقدمة وتستخدم بروتوكولات الانترنت الان اسأل سؤالا مهما بماذا يختلف مفهوم انترنت الاشياء عن التقنيات السابقة مثل machine to machine communication او التواصل بيني بين الالات في بداية ظهور التواصل البيني بين الالات في نهاية التسعينات من القرن الماضي كان الهدف هو التواصل بين الاجهزة والالات لاغراض معينة وفي مجالات محددة فقط مثل مراقبة التسرب في انابيب النفط مثلا وكان نطاق التطبيقات والبيانات لا يتعدى هذا الغرض اما انترنت الاشياء فتهدف الى ربط جميع الاشياء بالانترنت كما ان نطاق البيانات يستهدف جميع التطبيقات في المجالات المختلفة لذلك يمكننا القول ان انترنت الاشياء هي رؤية افقية تستوعب جميع حلول التواصل البيني بين الالات هذه الرؤية الافقية واستيعاب جميع بيانات الاشياء المختلفة في منصة واحدة تمكن من تطوير حلول جديدة افضل واكثر فعالية فمثلا لتطوير تطبيق في المجال الصحي كمراقبة تأثير ضغط العمل على شخص ما فبالاضافة للمستشعرات الطبية التي يمكن ان توضع على الشخص يمكن ايضا الاستفادة من جميع البيانات المتاحة عبر المستشعرات الاخرى المنتشرة في كل مكان كبيانات الطقس وسلوك الشخص في القيادة والتنقل وأماكن الاستجمام وممارسته الرياضة وغيرها لذلك يمكننا القول ان انترنت الاشياء هي امتداد للموجات السابقة في تقنية المعلومات وهي كذلك منصة تجمع بيانات الاشياء من حولنا وتتيحها للمطورين لبناء خدمات وتطبيقات متقدمة تساهم في تحسين جودة الحياة وزيادة الكفاءة وخفض التكاليف وكذلك فهم اعمق للمشكلات التي تواجهنا ويمكن ان تنشأ منها ايضا نماذج اعمال تجارية متقدمة تساهم في دفع عجلة الاقتصاد ما هي عوامل التمكين والظهور التي ساهمت في تغير مفهوم انترنت الاشياء؟ هناك العديد من العوامل نذكر على سبيل المثال تطور تقنيات الاستشعار وشبكات الاستشعار اللاسلكية wireless sensor networks كذلك شيوع استخدام الانترنت وانخفاض تكلفة الاتصال بها وظهور الشبكات الخلوية ايضا تطور صناعة الدوائر الرقمية والمعالجات واستمرار قانون مور صحيحا والذي ينص على ان سرعات المعالج او قوة المعالجة الكلية لاجهزة الحاسب الالي تتضاعف كل عامين حيث يمكن زيادة عدد الترانزستورات الى الضعف كل عامين في الدائرة المتكاملة ذات المساحة نفسها وهذا مكن وجود اجهزة ذات قدرة معالجة كافية لتطبيقات انترنت الاشياء وذات تكلفة وطاقة استهلاكية اقل ايضا من العوامل صعود الحوسبة السحابية وتحليل البيانات الضخمة سوف نعطي الان امثلة على تطبيقات انترنت الاشياء وحالات الاستخدام في المجالات المختلفة حيث سوف يمتد تأثير انترنت الاشياء على جميع القطاعات فمثلا في المجال الصناعي ظهر مفهوم الصيانة الوقائية حيث تعتبر الصيانة الوقائية حلا فعالة لتجنب التوقف غير الضروري في خط الانتاج قد يتسبب الفشل غير متوقع للآلات في تلف المنتجات وتأخير التسليم وفقدان الاعمال للمصنعين أيضا من التطبيقات في المجال الصناعي المصنع الرقمي حيث يتم توصيل المكونات الرئيسية للمصنع مثل الآلات والأدوات وأجهزة الاستشعار بشبكة لتسهيل الإدارة والوصول وإعطاء نظرة عامة على تدفق العمليات ومراقبة الانتاج والتحقق كذلك من حالة المخزون والشحن وصيانة الجدول الزمني ووقف عمليات معينة لمزيد من التحليل أيضا كذلك تشمل التطبيقات الصناعية الروبوتات الآلية وكذلك مجالات السلامة والأمن والعمليات اللوجستية وسلسلة التوريد وتحسين تغليف المنتجات ومتابعتها وتحسين كذلك الخدمات المقدمة من خلالها مثل تحليل البيانات تحسين تجربة الاستخدام وزيادة الجودة أما في مجال المدن الذكية فتعد المدن الذكية واحدة من أسرع قطاعات موّا حيث تلمس المدن الذكية حياة الناس من خلال السلامة والأمن وسهولة الاستخدام هناك بعض المدن مثلا في أوروبا متصلة تماما حيث تنشر ما يقرب من مليون جهاز استشعار بمراقبة الاستخدام الكهربائي ودرجة الحرارة وظروف المحيطة وجودة الهواء وكذلك مستويات الضوضاء ومواقف السيارات وحاوية النفايات كذلك من تطبيقات المدن الذكية مراقبة التلوث والضوضاء من خلال الاستشعار البيئي وتنبؤات المناخية باستخدام شبكات الاستشعار في جميع أنحاء المدينة كذلك إدارة النفايات الذكية لتقليل الموارد المستخدمة لذلك وتقليل أيضا التلوث البيئي كذلك من تطبيقات المدن الذكية تحسين تدفق حركة المرور والاقتصاد في استهلاك الوقود خلال التحكم في إشارة المرور الذكية أيضا كفاءة استخدام الطاقة في إضاءة المدينة وذلك باستخدام أنماط ذكية حسب الحاجة وظروف الجوية أيضا من تطبيقات المدن الذكية الري الذكي للحدائق والمساحات العامة أيضا استخدام الكاميرات الذكية لمشاهدة وتتبع الجرائم والتنبؤات الآلية في الوقت الحقيقي والآن كذلك مواقف السيارات الذكية للعثور تلقائيا وبسرعة على أفضل مواقف السيارات لحفظ الوقت وتقليل انبعاث الغازات من السيارة كذلك استخدام شاشات الاستخدام التفاعلية والإعلانات الرقمية الذكية اشتركوا في القناة